اشتركوا في القناة قبل الشروع باقرارها حتى يقوم المجلس بدراستها دراسة وافية والاسرع بتركيب المظلات عند المدارس كما ناقش المجلس مع الجهاز التنفيذي عملية بيع الزوايا وآليات عملها والتعرف على كافة المعوقات التي تتسبب في تأخير طلبات المواطنين مطالبين بضرورة تطوير آلية عمل اللجنة على أن يكون هناك لجنة خاصة لكل محافظة لدراسة طلبات المواطنين حتى تكون وطيرة العمل أسرع في اتخاذ القرار المناسب لتلك الطلبات اليوم كان اجتمعنا في المجلس البلدي مع وزارة التربية والتعليم لنقف على آخر مستجدات خطات كانت مقدمة للحكومة عند موضوع إنشاء المدارس الجديدة وإنشاء المباني الأكاديمية في هذا الجهاز فبعض المباني أو المدارس فعلا تم إنشائها وبعضها ما زالت قيد الإنشاء وبعضها تم تعجيلها بسبب الميزانيات وهناك تمت أغيرات تصير أثناء هذه الفترة حدثت أدت إلى تأخير إنشاء بعض هذه المدارس ثم تحدثنا معهم بخصوص وضع المظلات للطلبة الزوايا طبعا حضرت معنا ممثلة الجهاز التنفيذي المهندسة وإن شاء الله راح تكون فيه اجتماعات قادمة بين اللجنة الفنية ومعنا بعد كذلك المهندسين من البلدي والجهاز التنفيذي وإن شاء الله راح تكون آليات حديثة وآليات جديدة إن شاء الله راح نطور من نوضع هذه لأن عادة الزوايا من قبل كانت وايد التأخر في الطلبات وفي تقديمها وإن شاء الله راح يكون في المستقبل إن شاء الله في تطورات لها أفضل وأفضل إن شاء الله